مرحبا في كتير من الناس ما بيعرفوا انه شركة جنرال موتورز او شفرلي خصوصا استخدمت اسم مالبو لبيع سيارات بالولايات المتحدة الامريكية منذ عام 1964 واول مرة تعرفنا على هذا الاسم عالميا كان بالجيل الثامن من هاي السيارات يعني عام 2012 واليوم عم نختبر لكم سيارة المالبو LTZ 2018 بجيلها التاسع تعالوا نتعرف اكتر على هاي السيارة ونشوف هل بمقدورها تتنافس بفئة السيارات السيدان المتوسطة مع سيارات مسيطرة على هاي الفئة مثل التيوتا كامري هوندا اكورد نيسان التيما والمازدا 6 ما في شك انه بفئة السيارات السيدان المتوسطة انا برأيي اجمل هاي السيارات اللي ذكرتها بالمقدمة هي المازدا 6 تعالوا نشوف تصميم الخارجي للمالبو بصراحة المصممين حاولوا يعطوا السيارة طابع رياضي بوضع خطوط كثيرة على الواح هاي السيارة فكل لوح من الواح هاي السيارة اللي ما تلاقي فيه خطوط خليوني اعدلكم بداية من الباب الجانبي عندنا واحد اثنين ثلاث خطوط بالباب الجانبي ولما تطلع اكتر على الغطاء عندك واحد اثنين ثلاثة للمنتصف هاي الخطوط الكثيرة قدت لانه شكل السيارة شوي يفقد طابع مميز او طابع فخامة اكتر مفروض دييجي مع هيك سيارات بهاي الفئة ولكن انا حبيت شكل السيارة طبعا من الجانب وخصوصا بانه النسخة اللي معانا عم تيجي مع جنوط 18 انش وجناح صغير بالخلف عم بيعطيها من الجانب شكل اجمل وانسيابي اكتر ولكن من الخلف وبالمقدمة اتمنيت لو انه شفر لي اعطتنا نفس التصميم اللي هو موجود عندها اساسا بالامبالا اما من ناحية التصميم الداخل للسيارة فان عندي نظرية اللي صمموا هاي السيارة بلشوا بتصميم التابلو بشكل متناظر ومتناسق تماما وبعد ما خلصوا راحوا وضعوا لوحة العدادات والمقود بالنص فوق هذا التصميم ولأثبت لكم هاي النظرية راح تلاقوا بقايا هذا التصميم تحت لوحة العدادات فمسلا عندك قطعة الجلد الموجودة هون بشكل غريب فوق فتحة المكيف وطبعا هون الفراغات الموجودة ايضا جنب فتحة المكيف هون بتدللك انه هذا التصميم تم تغطيته بلوحة العداد بدون دمجها بالتصميم واما من ناحية المواد المستخدمة فبصراحة غير الجلد الموجودة على الكراسي وعلى جانب الابواب وبالمنتصف هون وعلى جانب السيارة من هون فبباقي السيارة كل المواد المستخدمة هي هذا البلاستيك القاسي جدا واللي بصراحة بيعطيك انه نوعية غير جيدة للمواد المستخدمة خاصة انه راح تلاحظ فراغات كتيرة بين قطع السيارة ايضا بتعودنا المالبو عن التصميم الداخلي واستخدام هاي المواد بهذا التصميم بمساحة كبيرة بالخلف بتكفي لثلاث اشخاص بالغين ومساحة بصندوق الامتعة بظن هي من الاكبر بهاي الفئة من السيارة ولنزيد على هيك السيارة عم تيجي متزودة بهاي النسخة بتقنيات متعددة وفيرة كتير خليني احاول اعددلكم بعض من هاي التقنيات فمثلا نبدأ بانه انت بتقدر تفتح السيارة وتشغلها بدون مفتاح تقدر تشغل السيارة عن بعد السيارة مزودة بنظام تكييف اوتوماتيكي بحرارة لكل من السائق والراكب منفصلي طبعا مع فتحات تكييف بالخلف ايضا السيارة عم تيجي مزودة بنظام ماي لينك من شفرليه بشاشة لمس 8 انش ممكن التحكم فيها صوتيا لتتحكم بكل من البلوتوث او النافيجيشن او الموسيقى اللي عم تشتغل بالسيارة واللي طبعا هي كمان بتدعم نظامي اندرويد اوتو وابل كار بلي والسيارة كمان عم تيجينا بانظمة مساعدة كتير على القيادة منها نظام تثبيت سرعة تكييفي مع نظام مساعدة ابقاءك بالمسار اللي ايضا بيحرك السيارة لما تخرج عن المسار نظام مساعدتك بصف السيارة او ركنها عموديا او بركن متوازي ايضا هناك نظام تنبيه لأي استضام محتمل نظام تنبيهك بأي سيارات مرة بخلف السيارة لما تكون عم ترجع من الخلف بطلع التنبيه لهم على الشاشة ايضا نظام تنبيه لأي مشاء حوالين السيارة وبيجي فوق هذا كله مع صندوق مبرد عن طريق التكييف بالسيارة اما بالنسبة لقيادة المالبو فهي عم تعطينا اللي منتوقعه بقيادة هيك فئة من السيارات فالسيارة عم تعطينا قيادة مريحة وهادئة وبعنظمة المساعدة الموجودة فيها راح تقودها بسهولة داخل المدينة او على الطرقات السريعة ولكن بهاي السيارة الالتي زد في عنا مفاجأة وهو المحرك المزود في السيارة فهي مزودة بمحرك 2 لتر 4 سلندر تيربو عم بيولد 250 حصان وعزم بيوصل ل353 نيوتن متر هذا المحرك عم يعطينا ميزتين فعند قيادته على السرعات البطيئة والعادية عم يعطيك هدوء وتوفير عالي للوقود ولكن لما راح تطلب قوة من هذا المحرك راح توجدها فورا تحت ايديك فهي السيارة عم تتسارع لسرعة 100 كيلو متر في الساعة بسبع ثواني فقط وعم توصل لسرعات عالية جدا بكل سهولة فعلا محرك رائع عم نجده على هاي السيارة وهو من اقوى المحركات الموجودة بهاي الفئة من السيارات خاصة بالسوق الاماراتي بسعر 115 الف درهم عم نحصل مع المالبو التي زد على قيادة مريحة قيادة هادئة سعة كبيرة من الداخل وموصفات تقنية عالية ولكن العوائق الحقيقية بوجه هاي السيارة التي تنافس بفئة السيدان المتوسطة هي تصميمها الخارجي التصميم الداخلي ونوعية المواد المستخدمة بصناعتها بالداخل ارجو انكم تكونوا عجبتكم هاي التجربة وشكرا واشوفكم بتجارب قادمة مع السلامة اشتركوا في القناة